مع طول الأزمة التي يشهدها لبنان والعراك الداخلي في أرويقة السياسة والحراك الخارجي في الشوارع والتي باتت رقما صعبا في أي معادلة لتشكيل حكومة مقبلة تنظر التطورات الأخيرة منذ بداية الأسبوع باتخاذ الاحتجاجات ملحا آخر نحو التصعيد والعنف خاصة ما شهدته العاصمة ليلة الاثناني الثلاثاء والتي استمرت حتى صباح الثلاثاء بعد إطلاق شعارات طائفية في بلد تحكمه السياسة الطائفية مئات من الشبان من مؤيدي حزب الله وحركة أمل تدفقوا بدرجات نارية ملوحين براياتهم الحزبية والدينية قرب منطقة الاحتجاج وسط بيروت مرددين شعارات طائفية رافق ذلك إلقاء الحجارة والمفرقعات على قوات الأمن في المكان وأظهرت تغطية حية بثتها قنوات تلفزيونية محلية عشرات الشبان وقد أحرقوا إطارات وحطموا مباني إدارية وأضرموا النار في عدد من السيارات بمحيط المنطقة القريبة من طريق رئيسي يؤدي إلى الأجزاء الشرقية والغربية من العاصمة هذه التطورات في الشارع جاءت من قبل مؤيدي حزب الله وحركة أمل ردا على فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي أساء لشخصيات من الطائفية الشيعية وأمام هذه الجموع الغاضبة والتي حاولت اقتحام ساحتي رياض الصلح وشهداء في بيروت أطلقت قوات الجيش اللبناني الغازة المسيلة للدموع لتفريق أنصار حزب الله وحركة أمل ليلة عنيفة شهدتها العاصمة بيروت أدت إلى جرح عشرات الأشخاص وبحسب المديرية العامة للدفاع المدني فإنه عالج وضمد 43 شخصا ونقل 23 جريحا إلى مستشفيات المنطقة للمعالجة ترجمة نانسي قنقر